السلام عليكم مرحبا بكم في تمام الرقم التسعود من سلسلة تمارين درس معادلة مستقيم إذا التمارين يقول المستوى منسوب إلى معلة متعامدة ممنظم و S G المعادلة المختصرة للمستقيم A B هي X-1 لجوج السؤال الأول حدد إحداثياتي النقطة M تقاطع المستقيم A B ومحور الأفاصيل السؤال الثاني حدد إحداثياتي النقطة M ستقطع المستقيم B وبنطلة المحمد الثاني أولا نريد أن نعرف معادلة محور الأفاصيل وأراتي نبدأ بمحور الأفاصيل المحور الأفاصيل هو المحور الأوفقي والذي يمكن نسميه بالمحور O خاصة حدود محور الأفاصيل إذا إل , المعادلة محور الأفاصيل إذا خدنا نقطة محور الأفاصيل إذن هذه النقطة دائماً كنلقوا الأفصول لها متغير مثلاً الأفصول الجوج والأرتوب صفر نقطة مثلاً هنا الأفصول 6 والأرتوب صفر نقطة مثلاً هنا الأفصول ناقص 5 والأرتوب صفر إذن دائماً الأرتوب لا يتغير إذن معادلة محور الأفاصيل هي Y تساوي 0 لأن X تساوي 0 لأن X تكون متغيرة وبالتالي Y تكون دائماً منعذمة إذن جميع النقط التي تنتمي إلى محور الأفاصيل أفاصيلها أو أراتبها منعذمة إذن المعادلة X وهو محور الأفاصيل Y تساوي 0 هذا محور الأراتب محور الأراتب إلى اختناء نقطة على محور الأراتب تلقى الأفصول هو المعادلة والأرتوب متغير إذن هنا مثلاً هذه النقطة إحدثة ديالها 0 4 النقطة مثلاً هنا ناقص 2 أو 0 ناقص 2 وهكذا إذن دائماً الأفصول منعادلة والأرتوب متغير إذن محور الأراتب بالرمز أو 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 إذن المعادلة هي X تساوي 0 إذن دائماً محور الأراتب معادلة X تساوي 0 ومحور الأفاصيل المعادلة Y تساوي 0 إذن نحض نقطة تقاطع وهي النقطة M نقطة تقاطع المستقيم ومحور الأفاصيل اللي المعادلة يتساوي 0 إذن ما معنى نقطة تقاطع يعني إذا أخذنا واحد محور الأفاصيل أخذنا واحد المستقيم هنا فأخذنا نحض الإحداثية ديالها النقطة تقاطع إذن نقطة تقاطع يعني أن النقطة تنتمي للمستقيم عابي وكتنتمي للمستقيم OX يعني كتنتمي لهم جوج إذن لدينا M تنتمي إلى OX أي إلى محور العفاصيل ما معنى هذا؟ يعني أن M تحقق محور الأفاصيل إذن محور الأفاصيل المعادلة Y تساوي 0 إذن أي أن YM تساوي 0 إذن M XM والأرثب ديالها نحن نلقينها اللي هو السفر إذن نتقالي XM إذن نستعمل الانتماء إلى مستقيم عابي إذن M تنتمي إلى عابي أي أن YM مفادل حالة YM رهي 0 تساوي واحدة لجوج XM نقص واحدة لجوج أي إذن واحدة لجوج XM تساوي إذن نقص واحدة لجوج كانت ديها الطرف الثاني قد رجع واحدة لجوج إذن XM إذن كانت ربط جوج طرفي المعادلة كيف خالي XM تساوي واحد إذن إحداثيات النقطة M هما واحد والسافر طفل الحال باش نتأكدوا بأن النقطة M رهي كتنتمي كتنتمي لهم بجوج كيف يمكن نعوض لإحداثيات واحد السافر في المعادلة A B وفي المعادلة Y كتتساوي سوف ولقى بأن النقطة M تحقق المعادلتين معا حالة الثانية لنحدد إحداثيات النقطة N تقاطع A ومحور الأراتيب إذن معادلت محور الأراتيب هي X تساوي 0 بنفس الطريقة النقطة N كتنتمي O أي إلى محور الأراتيب إذن نقطة N تحقق المعادلة أي X N تساوي 0 وبالتالي N هي 0 Y إذن كيف نحدد Y N تنتمي إلى المستخيم أعضي إذن يعني أن N تحقق المعادلة المستخيم أعضي إذن Y N تساوي 1 على الجوج نعود X N نقوم 0 نقوم 1 على الجوج أي Y N إذن 1 على الجوج 0 0 نقوم نقوم 1 على الجوج إذن الحديث للنقطة N هما 0 و نقوم 1 على الجوج 1 على الجوج 1 2 1 2 2 2